ترجمة نانسي قنقر بحق قطر مثلما اضطرت سابقا إلى الصبر على اعتداءات نظام الدوحة لمصلحة مجلس التعاون وإكراما للأشقاء سل التاريخ يعطيك الجواب سل التاريخ ماذا قال عن البحرين وماذا قال عن قطر فهو نفسه من يدين اعتداءات النظام القطري على مملكة البحرين بالأدلة التي تثبت أحقية مملكة البحرين في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مقدراتها وسيادتها ولن يضيع حق لأحد ما دام هناك من يطالب به بحق مشروع النظام القطري مشروع استخدم كل السبل المحظورة منها والإرهابية لتحقيق أجنداته في المنطقة والعالم فقد سعى جاهداً بأمواله المشبوهة ودعمه للجماعات الإرهابية إلى إسقاط أنظمة الدول العربية وعلى رأسها النظام الحاكم في مملكة البحرين وللتاريخ وقفات هامة على ما قام به النظام القطري خلال العقدين الماضيين بدءاً من اعتداء النظام في قطر على شرعية البحرين وسيادتها على أراضيها فقد خسرت البحرين جزءاً من كيانها السيادي حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية وتلك حدود يوثقها التاريخ المعاصر ويعرفها القاصي والداني منذ بداية القرن الماضي والسلسلة تطول وتطول في تعديات النظام القطري على سيادة وشرعية مملكة البحرين فقد خسرت البحرين مرة أخرى جزءاً آخر من كيانها السيادي في الخمسينات من القرن الماضي حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبراً وفقاً للحدود البترولية الجديدة هذه الحقائق الموثوقة تؤكد أن لمملكة البحرين كل الحق في المطالبة بما اقتطع من أراضيها قسراً كما يؤكد أحقيتها في المجادلة حول شرعية الحكم القطري على البر الشمالي إلا أن البحرين قبلت بتأجيل المطالبة بحقوقها إكراماً لطلب الأشقاء من دول مجلس التعاون ولكن هذه تضحية لم يستحقها النظام في قطر إلا أن البحرين ضحت بمصلحتها للحفاظ على مصلحة المجلس فقد تنازلت مرة أخرى خلال اجتماع لمجلس التعاون في أغسطس عام 1990 للنظر في مسألة احتلال الكويت واضطرت المملكة إلى تعريض جزء من كيانها السيادي للتحكيم الدولي من أجل المصلحة الجماعية ومن أجل عودة الشرعية للكويت الشقيقة وذلك بعد أن أصرت قطر أن تتم مناقشة مسألة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر حوار في ذلك الوقت العصيب قبل مناقشة مسألة تحرير الكويت وهو ما يؤكد حرص البحرين الدائم على لحمة الخليج ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ولكن قطر قابلت تنازلات البحرين بتاريخ أسود من التمرد والعنجهية والتغول فقد دعمت الإرهابيين على مدى عقدين من الزمان وركزت جهودها لدعم الجماعات الإرهابية في الاضطرابات التي حدثت في البحرين عام 2011 وذلك سعيا لإسقاط الشرعية البحرينية كما فتحت الأبواب لأكثر من 59 إرهابيا وقامت بمنحهم الجنسية القطرية منعا لتسليمهم لدولهم في مناطق الصراع المشتعلة لتكون قطر بذلك بؤرة لتجمع الإرهابيين بهدف إعادة تصديرهم للجوار بجوازات قطرية لتنفيذ مشروعها الهدامي في المنطقة ولم تجد السلطة القطرية حليفا لتنفيذ مشروعها الإرهابي إلا داعم الإرهاب الأول في المنطقة إيران فوطدت علاقاتها معها لتشكل بذلك تهديدا كبيرا للأمن والاستقرار في المنطقة وتعطل المحاولات الدولية لوقف تسليح الجماعات الإرهابية التي تدعمها إيران كالحثيين والقاعدة وسرايا الأشتر وغيرهم من التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب هذا التاريخ المشين سوغ لقطر أن تقوض جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة وأعمى أعينها عن طريق الحق ومطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وترك لها فسحة للتمادي على أمن أشقائها عبر نقض المواثيق التي وقع عليها أمير قطر في اجتماعي الرياضة 2013-2014 لتواصل بذلك مشروعها التخريبي عبر الاستقواء بالقوى الخارجية والجماعات الإرهابية